واحد من القضايا اللي اتحركت فيها طبعا النيابة الادارية في شق والنيابة العامة في شق كان الموضوع بتاع اللقاحات بتاعت المينيا اللي تلاقيت كانت مرمية جنب الترعة ولا مرمية في الشارع يعني في الوقت اللي كانت الدولة المصرية ومازالت الدولة المصرية بتجوب العالم شرقا وغربا في اتصالات ومباحثات عشان توفر اكبر قدر ممكن من اللقاحات المتوفرة في العالم ايا كان نوعها بقينا النهاردة منشوف تقريبا كل اللقاحات الموجودة في العالم والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية موجودة في مصر بملايين الجرعات وملايين الجرعات مننا اخذوا هذه اللقاحات والدولة لا تتدخر جهد ولا تألو جهد في هذا الاطار احنا كمان كمواطنين بنسعى ومناس كتير مننا ملايين من المصريين اخذوا اللقاحات سواء بيئة الجرعتين او الجرعة حتى الان ارقام كبيرة جدا يعني ربما تجاوز الخمسة وعشرين مليون جرعة على الاقل يعني على الاقل اتخذت حتى الان يمكن رقم مش حاضر في ذهن حاليا ولكن ملايين الجرعات اخذت من المصريين عشان نحمي صحتنا وعشان نشوف اشغالنا وعشان نشوف اكل عيشنا ولكن المنظر لحضراتكم كده شايفينوا ان هذه اللقاحات اللي كانت برمية في احدى الترع او على جانب احدى الترع في بني مزار الحقيقة شيء الحقيقة عجيب جدا وشيء مؤسف جدا يعني في كم هذه الامور بنتكلم اهدار خمسة مليون اللقاحات دي بخمسة مليون 223 الف جنيه حضرتكم متخيلين يعني الحقيقة بنشكر القضاء المصري بنشكر النيابة العامة في تحركها لان من النهاردة محكمة جنح المينيا عفوا امس يعني محكمة جنح المينيا عقدت اولى جلسات محاكمة المتهمين التلاتة في هذه الواقعة المؤسفة بالقاء هذه اللقاحات على جانب الترع في بني مزار زي ما حرقكم شايفين وطبعا نيابة العامة كانت اظهرت بيان رسمي يوم 10 اكتوبر الفات بتتحدث فيه عن هذا الاطار ونيابة العامة حققت في هذا الامر وتم ضبط تلات منتهمين رئيسيين بهذا الامر وتسببه في ادار اكتر من 3 مليون جنيه اكتر من 3 مليون جنيه المتهم الاولاني هو صيدلي في ادارة صحة المينيا استلم اللقاحات وشالها في سيارة كان بيقودها المتهم التاني ولم يرافقه ما يعد اهمال ده اولا المتهم التاني هو السائق ما أفلش باب السيارة الخلف بالمفاتيح المخصصة لها خلال رحلته الى محافظة المينيا التالت هو امين المخزن لم يتأكد من اللقاحات الموردة لمدرية الصحة واخلب واجبات وظيفته يعني المتهمين التلاتة اختلفوا حول الروايات فيما بينهم ولكن ايا كان في حارس امين على حقوق الشعب وهو النيابة العامة المصرية والقضاء المصري فتم انها انبارح بدأت اولى جلسات هذه المحاكمة بنقول ان ده في النهاية الخمسة مليون وشوية خمسة مليون وربع دول ثمن اللقاحات دي لقاحات الدولة تعبت وتحركت وجابت هذه اللقاحات ووفرت هذه اللقاحات ولكن بسبب اهمال هنا او هناك بقصد او بدون قصد ده مش مجلن القضاء دلوقتي يقول ان انظر هذا الامر ده لا يخصنا احنا ولكن يعني فيه تحرك في هذا الاطار عشان ما تتكررش جاني هذه الامور وهذه اللقاحات في النهاية هي دي حصن الامان للعالم كله يعني كانت المفروض هذه الجرعات انها تروح لناس من المستفدين مستفدين